اشتركوا في القناة فيه موازين يوزن بها النص القرآني الصحيح ما هي هذه الموازين؟ الموازين أن لا يكون خارجاً عن سنن اللغة العربية أن يكون موافقاً للنحو من حيث الإعراب والمعنى هذه واحدة والأمر الثاني أن يكون موافقاً لرسم المصحف العثماني الذي أجمع عليه الصحابة تعلمون أن المصحف كتب في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كتب هذا المصحف ليكون إماماً لكل الأقطار وكتبوا منه نسخاً عديدة ثم أرسلوه إلى كل مصر من الأمصار ليكون الاعتماد عليه حتى لا يحصل شك أو تغيير في كتاب الله لأن بعض الناس كان يكتب لنفسه مصحفاً ربما يخالف لغة قريش أو هذه اللهجات التي نزل القرآن مؤيداً لها فكتب المصحف العثماني وله رسم يعني شكل في الكتابة الرسم هو شكل الكتابة هذا هو الرسم العثماني هو الذي لا يجوز بحال من الأحوال أن يكون هناك مصحف يخالف الرسم العثماني ولذلك الآن تجدون المصاحف كلها يكتب فيها أنها موافقة للرسم العثماني هذه هذان شرطان أو ركنان الركن الثالث هو ثبوته بالنقل الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون هذا منقولاً نقلاً صحيحاً عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى نقبل بكونه من القرآن ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرئ القرآن لأصحابه فيحفظونه كثير من الصحابة حفظوا القرآن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولكم أن تتصوروا أن معركة واحدة من معارك المسلمين المشهورة وهي معركة اليمامة التي قاتل فيها المسلمون مسيلمة الكذاب عليه لعنة الله هذه المعركة قتل فيها من قراء القرآن ثمانون هذا شيء كبير جداً لكن الحمد لله القرآن محفوظ في الصدور لدى الكبار والصغار والرجال والنساء محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى وهذا الحفظ الذي أذن الله سبحانه وتعالى به وجعله مزية لهذه الأمة هو ما كان يكشف كثيراً من أساليب التغيير والتزوير بعض من أظلهم الله حاولوا التزوير كاليهود وغيرهم حتى في هذا العصر وكتبوا بعض المصاحف ودسوا فيها فعندما كانت تقرأ يقرأ منها ويسمعها حفظة القرآن كانوا يعرفون هذا التزوير ويكتشفون هذا الخطأ والحمد لله على هذا الإمام ابن الجزري رحمه الله في الكتاب الذي أشرنا إليه في كتابه طيبة النشر في القراءات العشر نظم هذه الأركان الثلاثة التي أشرنا إليها قال فكل ما وافق وجهاً نحوي يعني ليس خارجاً عن سنن الأعراب واللغة العربية وكان للرسم احتمالاً يحوي يعني محتمل لرسم المصحف العثماني ليس خارجاً عنه وصح إسناداً هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان